سماء أوكرانيا بين أصوات الصواريخ ودخان القصف حرب ألقت بظلالها على قطاع الطيران فبعض التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا اتجهت عدد من الدول إلى تعليق رحلات طائراتها خشية من المخاطر الأمنية بدءا من حظر طيران متبادل بين روسيا ودول أوروبية روسيا من جانبها أعلنت هيئة طيرانها الفيدرالية أنها فرضت حظرا على رحلات الخطوط الجوية البلغارية والبولندية والتشيكية للدخول في مجالها الجوي وذلك ردا على إغلاق هذه الدول مجالها أمام روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية إغلاق المجال الجوي الروسي لم يقتصر على تلك البلدان فبريطانيا هي الأخرى كانت أعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات التابعة للشركات المدنية الروسية وفرضت عقوبات على شركة إيرفلوت الروسية ويبدو أن دول البلطيق لاتفيا وإستونيا ولتوانيا ستسلك الإجراء نفسه فهي بصدد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية نظرا للمخاطر المتزايدة تدعيات الحرب الروسية في أوكرانيا كان لها كذلك تأثير على كبرى شركات الطيران التي بدأت بالفعل في دراسة تأثير العقوبات التي أعلنتها المفوضية الأوروبية ضد روسيا على صناعة الطيران عزلة جوية وأجواء مغلقة ومحذورة لا تقتصر على روسيا فأوكرانيا هي الأخرى تضررت مع بدء العملية العسكرية عليها وسط تحذيرات أطلقتها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران من خطورة التحليق في أجواء أوكرانيا والمجال الجوي المقترن بحدودها ودفعت الهجمات الروسية على أهداف حيوية بعد شركات الطيران التجارية إلى تعليق رحلاتها إلى أوكرانيا من بينها شركات طيران ألمانية وهولندية وفرنسية وعدد آخر كما نصحت دول بينها أمريكا وبريطانيا مواطنيهما بمغادرة الأراضي الأوكرانية ترجمة نانسي قنقر